ما الذي تخفيه هذه العدسة حتى تسبب كل هذا الرهاب والارتباك لحملة السلاح ومن خلفهم الساسة الجدد في العراق إنها تنقل الواقع المرير وتكشف سوءة المنظومة الحاكمة بمختلف أطيافها وانتماءتها وهذا ما لا يريده الذين دأبوا على كم الأفواه الناطقة بالحقيقة وإغلاق العيون الناظرة إلى ملفات الفساد حقيقة كثير من المنظمات الدولية صنفت العراق على أنه أحد أخطر بلدان العالم على حياة الصحفين خلال السنوات الماضية في السنوات الأخيرة تراجعت حدة الاعتداءات المباشرة لكن ظهرت أنواع أخرى من التجاوزات والاعتداءات بحق الصحفين من بين هذه التجاوزات والانتهاكات قضايا قضائية دعاوى قضائية مرفوعة ضدهم في المحاكم أيضا رسائل تهديد لبعضهم العراق الذي تذيل قائمة دول العالم في حرية الصحافة شهد خلال السنوات الماضية انتهاكات بل قل جرائم عديدة بحق الصحفيين كالاعتقال والتهديد والتعذيب والقتل المباشر أو الاغتيال الخفي محاربة الصحافة لم تقتصر على ملاحقة الصحفيين واعتقالهم بل ابتكر المسؤولون الحكوميون طرقا جديدة منها تشريع قانون يعطي المسؤول الحق في رفع دعوى قضائية ضد أي ناشط أو إعلامي يقوم بكشف ملف فساد أو انتقاد تصرف حكومي معين ونتيجة ذلك رفعت أكثر من سبعة آلاف قضية ضد صحفيين وإعلاميين ومدونين وانتهت تلك القضايا بتجريم الصحفي طبعا وإدانته وتغريمه وسجنه فيما أصبح المسؤول بمنءا عن عين الصحافة ولسانها اليوم تعرف حضرتك الإعلامي والصحفي هو العين والعدسة الثالثة لي ترى ما لا تراه الدولة وما لا تراه المؤسسات وحتى الشخص المعني الذي ينتقد بشكل هادئ وسليم من قبل الصحفي يتحول هذا الانتقاد إلى سبه وإلى لعنة على الصحفي وبالتالي تقام عليه كثير من الدعاوي قانون جرائم النشر المتضمن ثمان عشرة فقرة في دستور الحكومة شكل غطاء رسميا لقمع الصحافة وضد هذا القانون أطلقت هيئات وتنظيمات صحفية عراقية حملة للمطالبة بتعديل مواده لكن ليس في الأفق ما يدل على الاستجابة لها الصحفي الغطات التي تمارس عليه قوية جدا حتى أن أغلب الصحفيين قد قتلوا في تبيرات أو اشتهجفوا من قبل عناصر إجرامية وعناصر لا تحب الخير للعراق تريد قتل الكلمة العراقية حالة من التردي كوضع هذا المبنى الذي أهمله مسؤولوه وانتقلوا لقصور رئاسية بعد أن حولوها لمطاعم وقاعات لهو ولعب وصلت إليها الصحافة في العراق في ظل مرحلة عصيبة تحارب فيها الكلمة الحرة ويقتل أصحابها بينما يلهو من يفترض أن يتصدر للمشهد من مسؤولي الصحافة مع ساسة هذه المرحلة